معنا بيروت رئيس تحرير مجلة علم وعالم سيد مجدي سعد سيد مجدي إذن ربما العنوان الرئيسي هو قابلية القيادة الذاتية الآلية الروبوتية من قبل شركة تسلا هذه مشكلة حقيقية ممكن أن تأخذ هذه الشركة إلى القضاء ما تقييمك لها ما مستقبلها أيضا في ضوء الحوادث الماضية يعني حوادث ماضية وهي ليست بقليلة يعني بين شهر يوليو 2021 وأكتوبر 2022 نتحدث عن 600 تقريبا 600 حادث سيارات ذاتية القيادة من بينها 474 سيارة تسلا كانت يعني تسببت أو حدث لها حوادث لأسباب مختلفة لكن الأنظار الآن تتجه إن في الولايات المتحدة الأمريكية يعني في المحاكمات التي ستجري أو تجري في كاليفونيا والمحاكمات التي جرت قبلا في ألمانيا والمحاكمة التي تجري الآن في كوريا الجنوبية والحادث الذي تحدثتم عنه منذ بضعة أيام في الصين تتجه الأنظار إلى ثغرة كبيرة يعني يتحمون شركة تسلا بأنها تعمد إلى المبالغة في الدعاية عن نظام القيادة الذاتي بحيث يظهر للمستهلك بأن هذا النظام هو ماء في الماء يعني مستقل ويستطيع أن يقود السيارة في كل الظروف مما دفع المحاكمة أحد المحاكم في ألمانيا لإجبار شركة تسلا على تعديل مواد الدعاية والإعلان الخاصة بها بحيث تحذف هذا التأكيد والمبالغة في القيادة الكاملة للسيارة ويبدو أن الكوريين الجنوبيين سيحظون حظو الألمان في هذا الموضوع يعني باختصار شركة تسلا تدعي شيء هي لا تمتلكه والدليل على ذلك هو كثرة هذه الحوادث التي أصبحت بالمئات في العديد من الدول سيد مجدي دعني أعودي لهذه التقنية يعني اليوم هي ليست قطارات بمعنى لها سكك خاصة هي مسارات طرق يعني يتم ارتيادها من ملايين الناس هل هذه التقنية ممكن أن تتطور لأن تصبح فعلا ذاتية القيادة من هذا مستحيل مع التفاعل البشري وجود سيارات عديدة وجود حتى يعني عوائل ترتاد هذه الشوارع يعني منذ العام 2016 ومسك يتحدث عن هذا الموضوع وبعد ست سنوات لم يحدث يعني هذا التطور الكبير الذي بشر به مسك ما نستطيع أن نراه على أرض الواقع بأن هذه التقنية يعني تتقدم ببطء شديد ويعني لن نجد على الأقل في السنوات القليلة المقبلة لن نجد هذا المستوى الرابع من القيادة الذاتية مستوى الرابع بمعنى أن السيارة تستطيع أن تقود نفسها في كل الظروف لا يبدو هناك مؤشرات أن هذه التقنية ستصل إلى هذا المستوى لكن لا شيء يمنع في عالم التقنية وعالم التكنولوجيا من أي اختراق قد يحدث لاحقاً ربما يكون الاختراق في آلية عمل النظام يعني الهاردوير المعدات التي تشغل هذا النظام وربما يكون الاختراق في الصوفتوير في البرمجيات التي تشغل هذا النظام بكل الأحوال، الماشين ليرنين يعني عملية تعلم الآلة هي في صميم تطور هذا النظام وسيأخذ وقته ويأخذ مداه على الأقل في العشر سنوات المقبلة قد نجد تطور ما يحدث في هذا المدمر من بيروت رئيس تحرير مجلة علم وعالم سيد مجدي سعد شكراً لك شكراً لك